السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلاب اليوم حقيقة أود أحكيكم باختصار شديد طبعا عن رؤية المملكة العربية السعودية أو رؤية السعودية 2030 لماذا نشأت هذه الرؤية؟ ما الأسباب؟ ما الأهداف؟ لكن بدي أعود حقيقة بالتاريخ بعض الشيء إلى أكثر من 88 سنة كنا حقيقة آنذاك الاقتصاد السعودي الاقتصاد إلى حد ما ريعي، تجارة بسيطة، رسوم زكاة، رسوم حج، رسوم جوازات إلى آخرين أول ميزانية حقيقة أصدرت قبل أكثر من 88 عام وكانت بـ 14 مليون ريال سعودي طبعا اليوم تضاعف الرقم إلى أكثر من 80 ألف ضعف ما هو عليه اليوم الميزانية السعودية 2023 أكثر من 1.1 تريليون ريال طبعا هذا مما دعا طبعا أن الدولة يعني في أيام المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراب أنها توسع إعداد أو منهم نحية نجأت إلى فكرة التنقيب عن النفط بدأنا التنقيب في النفط في عام 1932 مع شركة ستاندر أول وفي كاليفورنيا اللي هي طبعا عبر الوقت أصبحت اليوم أرامب السعودية بدأنا أول شحلة تصدير نفط للعالم في عام 1938 هذا طبعا نقل المملكة العربية السعودية نقلة نوعية أخذت بعض الوقت لكن فعلا بدأنا نلمسها في حقبة السبعينات من القرن الماضي أسعار البترول كانت في حقبة السبعينات حوالي 3.6 دولار للبرمين طبعا نتكلم عن النفط الأمريكي وكان أن ذاك التي تتحكم في الأسعارية سبعة شركات معروفة اسمها سبعة أخوات منهم طبعا الشركات الأمريكية العملاقة شيفرون موبيل اكسون إلى آخرين في مرحلة السبعينات طبعا عندما بدأت حقيقة الإرادات وبدأ النفط العربي يدخل في الصورة فتحسنت الأسعار من 3.6 دولار إلى 12 دولار ثم 18 دولار ثم مواصلة ارتفاعها طبعا من مكة العربية السعودية حقيقة أتتها ثرور كبيرة من النفط كان من الأجدر آنذاك أن تستخدم للقرى التحتية إنشاء طرق إنشاء أنفاق جسور مستشفيات إلى آخرين بدأنا في نفس الوقت ما يعرض بالخطة التنموية الخمسية بدأنا أول خطة تنموية خمسية في السبعينات من القرن الماضي وهكذا استمرنا إلى عشرة خطط لكن دعنا نكون ماضحين للأسف إن الخطط الخمسية كانت عملية أكثر يعني تؤدي الغرض لتشغيل أجهزة الدولة الطرق الخدمات لكن وكان هناك طبعا بعض نظر فيه إننا نحنا ودنا نوع مصادر الدخل ودنا نوع مصادر الاقتصاد لإننا لا نركن إلى النفط ليش؟ لأن النفط مر بمراحل حقيقة مؤلمة صعودا وهبوطا وصل إلى مثلا في الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008 وصل إلى 147 دولار تخيلوا في نهاية نفس العام هبط إلى 40 دولار فكيف أنت من 147 دولار إلى 40 أو 38 دولار تقدر تخطط ما يقدر تخطط النمور الأسيوية في حكمة التسعينات نزل السعر إلى أقل من 10 دولار أزيدكم من الشعر بين في أزمة أو جائحة كورونا العيدة 20-20 اللي مرينا فيها قبل حوالي سنتين نزلت الأسعار إلى الصفر بل إلى الماينس بمعنى آخر أنا أقول لك خد هذه الباخرة وما فيها بس فكني منه ليه لأنه طبعا الباخرة واقفة في عرض البحر عليها تكلفة عليها أرصفة بحرية إلى آخرين المملكة تنبهت حقيقة للأمر هذا ومن هنا أتت رؤية المملكة أو السعودية 20-30 بأنه لا يمكن المملكة العربية السعودية أن تعتمد على مصدر أحادي للدخل إلى حد قريب كانت إيرادات النفط شكل 97% من إجمالها بمعنى آخر يعني 7% 8-9% إيرادات غير النفطية وهذا الكلام غير معقول لأنه لا يعطي للدولة استدامة لا يعطي للدولة قدرة على التخطيط بمعنى جاءتنا فلوس وقروش من البترول ما شاء الله تبارك الله سوينا هالمشاريع سوينا هالإنفستركشر والبنية الأسعار نزلت وقفنا كل شيء وكل حاجة جمدنا فلا يمكن للدولة أن تعتمد على سواء مصدر إيراد وحيد للدخل أو سواء سلعة اقتصادية وحيدة لما يعرف به الجي دي بي أو الناتج المحلي الجمالي بالدولة من هذا المنطلق حقيقة بدأت كما قلنا 2030 الرؤية السعودية بالضبط بالتحديد في 25 إبريل من عام 2016 الرؤية ترتكس على ثلاثة ارتكازات أو أعمدة صحة تعبير أساسية العامود الأول أن يكون لدينا وطن طموح وأن يكون لنا مجتمع حاوي وأن يكون لنا اقتصاد وزدائر أنا أركز طبعا عن جانب الاقتصادي باعتبار أن أتكلم عن الاقتصاد وكذا وممكن أن نعرض سريعا على ماذا نعني بمجتمع حاوي وماذا نعني بوطن طموح الهدف من أن يكون لنا اقتصاد طبعا قبل كذا أن الرؤية بنيت أو استمرت على محاور أساسية قوة المملكة القوة الرئيسية ثقة الإسلامي والسياسي نعم من المملكة العربية السعودية محبط الوحي نعم والقبلتين والقبلة طبعا لأكثر من 1.6 مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية وأيضا طبعا حرامين اشتري في انفاء المركز الإسلامي والقوة الإسلامية دافع قوي لها اثنين المملكة العربية السعودية هي نقطة ربط من ثلاثة قرار أساسية أو عيسية في أوروبا وإفريقيا وعيسيا وبالتالي هذا يساعد على التجارة الدولية ورقم ثلاثة وهو مهم هي هب هب معنى هي موقع أو موطع قدم للاستثمارات الأجنبية سواء فيما يتعلق باستثمارات المباشرة الاف دي آي فورنداري تنفيسمنت أو الغير مباشرة فهذه الثلاثة الأساسيات التي استندت عليها الرؤية ناتين الاكتصاد هدف الرؤية هي أن تنوع زي ما قلنا القاعدة الانتاجية لكن أيضا يعكس على إرادات الدولة زي ما قلنا نحن كنا هنكون هنا واضحين كنا زي الأسير إلى حد ما لسلعة وحدة وهو النفط طلع النفط ازدهرنا نزل النفط نزلنا معه هذا الكلام غير مقبول أيضا كانت عندنا تقريبا اللي هو الابتصاد الغير نفطي الذي لا يعتمد على النفط لا يشكل أكثر من 16% من إجمال الجي دي بي وهذا أيضا غير معقول يعني كانت مثل إرادة غير نفطية تمثل 166 مليار وزي ما قلنا نرجع نقول الشيء أي رسوم من هنا من هناك جوازات كده لا يمكن أن تقوم الدولة على هذا الرقم سيما وهو ليس بسر أنه رواتب منظفين الدولة ومنافعهم 500 مليار سنويا يعني ما عاته نوينجيب هالقروش لو نحن ما عندنا حقيقة مصادر متنوعة لده وقس على ذلك المصاريف الاستثمارية المصاريف الأخرى متعلقة بالدولة إذن الهدف هو تنويع مصادر الدخل الهدف هو إيجاد مصادر أخرى الهدف هو إحياء حقيقة فروع أو أفرع من التساط خلينا نكون واضحين كانت زي ما يقولوا مهدي السرعة منها على سبيل المثال السياحة منها على سبيل المثال الترفيه منها على سبيل المثال الخدمات اللوجستية منها على سبيل المثال تقنية الابتصالات والمعلومات وغيرها من قطعات هذا تطلب من الدولة حقيقة عدة اعتبارات أولا أن يكون كفاءة الانفاق أولا تقول لي يا طلعت ما كان في كفاءة الانفاق لأنه كان الانضباط المالي عندنا مهم كنا دائما ما يعرف بي يعني الفرق بين ما هو مقدر في الإرادات عفوا في المصاريف والمصاريف الحقيقية يعني أحيانا كنا نتجاوز الميزانية 15 إلى 20 إلى 25% هذه ما صارت ميزانية صراحة ولا صار انفاق في كفاءة ولا صار في انفاق من ضبط إذن الانضباط المالي مهم كفاءة الانفاق مهمة تعظيم الإرادات الحكومية مهمة لكن أيضا المهم والأهم من ذلك هو الاستدامة المالية ما تقدر في سنة عندك فلوس أصرف ما عندك فلوس أربط العزال هذا الكلام غير مقبول ماذا وعشان كده طلع برنامج موازي من أحد برامج الرؤية المهمة جدا في بداياته اسمه التوازن المالي التوازن المالي محاسبيا يعني زي نقطة التعادل أنك انفاقك أو نفاقاتك تساوي إراداتك ونحن عشنا يعني مرحلة أبنائي وبناتي من العجز كانت مريدة حقيقة يعني كان 2015 من أسوأ في حينه طبعا من أسوأ العوام من لمرة المملكة العربية السورية أعلى دين عام وأعلى عجز مالي وكانت إشكالية كبيرة بالنسبة للدولة في الجانب المالي واستمرنا في رحلة العجز حقيقة إلى سنة من عام 2014 كان فائد في الميزانية واستمرنا تقريبا إلى العام 2021 وهكذا وعام الجائحة إلى آخرين فوصلنا ولله الحمد ببرنامج اللي هو التوازن المالي في الربع الثاني أو الثالث من العام الماضي الثاني وعشرين إلى بدء الفوائض المالي حتقول لي أنه طب انتهينا بعز صحيح انتهينا بعز وكن انتهينا بعز عقل بكثير مما كان متوقع بسبب وجود الفوائض المالية إذن إحنا سبقنا التوازن المالي وأتمناه والله الحمد تحول البرنامج من برنامج التوازن المالي إرادات التوازن مع النفقات إلى الاستدامة المائية اليوم نحن نعيش حقبة أو برنامج التوازن المالية وليس التوازن المالي والحمد لله أنهينا العام الماضي بمئة واثنين مليار كفوائد مالية ومتوقع إن شاء الله في العام الحالي 2013 أن نكون 16 مليار لماذا اختلعت أو يا والدنا إذا أحب بيته هالفرق ما بين مئة واثنين ومئة وستة وستة عشر لأن المعطيات تختلف المعطيات تختلف الاقتصاد العالمي الآن يعيش في ضبابية يعني محد يقدر يقول له كل الاقتصاد العالمي أين يتجه وعشان كلا صندوق النقد الدولي الـ IMF وأيضا الـ World Bank اللي هو البنك الدولي أحيانا يغير توقعاته لنموة الاقتصاد العالمي بأكثر من مرة لأنه في ضبابية بالنسبة للإنفليشن أو ما يعرف بالتضخم يعني مثلا لو خدنا الولايات المتحدة الأمريكية من اثنين واربعين عام لم يصل إلى ما وصل إليه في عشرة الآن نعم بدأ في الانخفاض لكن وصل إلى دبل ديجيت ما يعرف بالخانة المزدوج وهذا أمر خطير في عشرة في المئة والاتحاد والمكسحة كذلك هناك ضبابية طبعا ما ننسى كمان ما يعرف بالجيو بوليتيكل اللي هي الأمور السياسية النزاع الأوكراني مع روسيا هذا يدون أدنى شك ألقى بضلاله سواء على قطاع الطاقة أو على الغذاء الآخري وأمور أخرى طبعا متغيرات المناخية وعشان كده حكاية كوب 27 وكوب 26 وكوب والكوبات التي ستعقد لها علاقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي إلى آخرين طبعا الرؤية هذه السوتنا الرؤية هذه عندما انطلقت زي ما قلت لله العمد في 25 أبريل من عام 2016 مضى عليها واحتفلنا بمرور خمس سنوات عليها ولان احنا داخلين في ما تبقى من الرؤية نتكلم على سبع سنوات لمسنا فرق كبير حقيقة أولا لأول مرة أن الدولة يكون لها ميزانية أنا أقول محكمة أو محكمة بمعنى آخر أولا بعدنا عن النظرة short sighted أن نخطط السنة وننشوف أبعد منها هذه كانت شكالية اليوم لدينا تخطيط متوسط المدى يعني من ثلاثة إلى خمس سنة وبالتالي أنا أعرف فين رايح وأحط بوصلة فهذا عمل لي نوع من الضبط المالي تجاوزنا زي ما قلنا للمشكلة الضبط المالي تحسن كثير جدا عن ما كان عليك صحيح أنه يأتيك بعض الحالات الخارجة عن إرادة ولكن في الحالات التي أنت تتحكم فيها لا تزال إرادة مصاريفك منضبطة حسب ما نطلوب الأهم من ذلك الإرادات النفطية تضاعفت بثلاثة مرات مما كانت عليه قبل ما ندخل في هذه الرؤية يعني نحن يوم نتكلم على في الرينج من 300 وأكثر وكسور في الإرادات غير إذن تضاعفت عن ما كانت عليه زي ما قلنا في 166 مليار الأهم من ذلك وذاك هو العجز وصلنا في عام 2015 عجز الميزانية للناتج المحل الإجمالي 15.9% وهذا يعتبر عجز كبير جدا في عام 2019 حبطنا من 2000 من 15.9 إلى 4.5% وهذا معقول لحد ما الآن نحن الطموح حقنا أن نوصل في خانة الـ 2.2% إذن هذا تحسن كبير فيما يتعلق بالعجز المالي بالنسبة للدين العام لا يزال الدين العام في مستويات معقولة نتكلم نحن أقل من 30% من الـ GDP بين في دول من الـ G20 مجموعة دول 20 يتجاوز الدين العام حقها جميع ما تنتجه من إنتاج وهو ما يعرف بالناتج المحل الإجمالي إذن أنا أعتقد أنه وفقنا في هذه الرؤية العظيمة لعدة اعتبارات إلى جانب الانضباط المالي إلى جانب الاستدامة والتحطيط المالي لكن أيضا برأيي تحريك كثير من القطاعات الاقتصادية أنا ما قلناهم لكن كانت مادية السرعة منها التعديل يعني اليوم التعديل لو خدنا التعديل فقط قطاعنا نتكلم على خمسة تريليون ريال غير ما نحن نسميه الاقتصادية اللي هو المنتبلاير إفرط أنه كل ريال وكل دولار بتنفقه بيخلق لك دولارات متعددة إذن هذا القطاع التعديل بدأ ينشط بقوة السياحة السياحة فقط أو الترفيه بالأحرى خلق لنا وظائف أكثر من 180 ألف وظيفة وهذا مهم جدا وهذا يعاني جدنا ملف البطالة وصلنا في البطالة في عام 2017 بالتحديد 12.7 من 10 بالمئة بل وصلنا في الجائحة أكثر من 15 فيه من بضع اليوم نحن نقف على أعتابه لله الحمد 8 أقل من 8% الطموح نصل إلى 7% في 20 تردين إذن تنوي على اقتصاده لله الحمد نجحنا فيه إذن ترشيد الإنفاق وضبط الإنفاق نجحنا فيه بشكل كبير ووصلنا إن شاء الله سنصل إلى بر الأمان إلى ما يعرف بالاستدامة منه نعم لا يزال النفط لاعب رئيس لكن أضمنكم في الربع الأول من العام الحالي النتائج كانت مبشر لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية يتجاوز نمو الإرادات غير النفطية الإرادات النفطية نمت بتسعة في المئة بينما على حساب زي ما قلنا الإرادات النفطية أختم أقول نحن لا نقول ما نبغى النفط لا بالعكس لكن أرجع لحديث سيد سمو الأهد الله يحفظ محمد بن سلمان عندما في مقابلة مشهورة عندما سأل هذا السؤال هل نستغنى؟ قال لا الفكرة ليس نستغنى عنه الفكرة أن نحول كل دولار وكل قطاع إلى نفط وهذا زي ما قلنا السياعة الترفيه اللوجستيك والنقل وغير من القطاعات أرجو أن أكون إن شاء الله فتكم في هذه الجهلة لشرح تاريخ الإقتصاد السعودي ولأين متجهين وكيف تأثير الرؤية بمحاورها الرائعة الجميلة على التنويع الاتصادي والقاعدة الاتصادية وأيضا تنويع الاردات من نفطية وغير نفطية وأيضا وأخيرا خلق الوظائف وخلق وما يعرض به الاستدامة المالية